عايز نجرب نعمل حاجة لطيفة وأظنها تحفة احنا هينضم معانا على الهوى مباشرة محمود جميل زميلنا العزيز مراسل التلفزيون وبرنامج التاسعة ومعاه نموذج رائع عن شاب حب قوي حب الحياة بمنظوره وبطريقته وبأسلوبه حبها بشكل شديد الرقي رائع صاحب تحدي وإرادة شديدة حصل على شهادات لو أنا حكيت لك عليها هتغير منه قوي محمود أنا معك مساء الخير يا يوسف مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان يمكن زي ما انت قلت التحدي هو يعني عنوان قصة النهاردة يمكن احنا في شغلنا يعني بنقابل قصص كتير طبعا من النماذج اللي بتتحدى الاعاقة وبتتحدى طبعا وتقدر ان هي اضحقها نجاحات كتير لكن يمكن قصة النهاردة مختلفة شوية يمكن زي ما انت قلت هي قصة جميلة جدا جدا ويمكن قصة كان عنوانها ان ممكن اي حد يسمع عن الشلل الرباعي فيفتكر يعني او يقول ان هي اصابة قوية لكن الحقيقة ان ارادة مانو او ايمانويل جالي زي ما بيسمى يعني هو كانت ارادته اقوى الحقيقة من الاصابة يعني وزي ما انت بتقول لو على الشهادات انا عايز اقول لك الاوضة اللي انا موجود فيها دلوقتي وهي اوضة مانو يعني ما شاء الله كلها شهادات وكلها شهادات من جماعات امريكية والحقيقة طبعا احنا قريب هنقول عليه دكتور مانو لان هو طبعا بيحضر رسالة ماجستير فخليني ابدأ مع مانو علشان انا حابب ان انا اسمع منه اكتر وستدر مشاهدين كمان يسمعوا فانا برحب بمانو مساء الخير يا مانو برحب بيك والاول طبعا بشكرك على حسن الاستقبال والاستضافة وان يعني قبلت ان احنا نكون معاك النهاردة برحب بيك ويمكن في البداية انا عايز اعرف ايه سير مانو يعني شهرة مانو دي جات منين هاي محمود ازايك مش عايز اقول شهرة انا كنت اتعرفت علشان انا اخد عمل حدثة شهر رباعي تان انا عاركوا بالاخر الاطراف ورغم كل ده ان انا تحديت الاعاقة اللي انا فيها وقالولي انت مش هتعرف تعمل اي حاجة تاني بعد النعرضة بس نشكر بنا من خلال بويس بروغرام بويس ركوغرام حديث يقدر اتعامل مع الكمبيوتر مع الويندوز هنا هو كماوس كيبورد في نفس الوقت اقدرت الى انا كنت في جامعة امريكية كنت مهدس في جامعة امريكية اتصلت بالجامعة طبعا عرفت انا مقدرش اكمل اي حاجة قادس اونلاين عندنا في الجامعة فاضطريت ان انا من خلال جامعة تانية بقى في امريكا ان انا كان من دراستي من اولو جديد فابتلت في الاسوشيت وفي الباتشلير وخلصت اثنين ماسترز والوقت بعمل في الدكتوراه في عيد من نفس الانشيات مالو انا عايز اسألك بقى يمكن في الوقت ده وكان بعض الحدثة يعني ايه اللي جي في اتماجك كنت بتفكر زي طبعا كنت متخيل الصعوبات اللي انت ممكن تواجهها انا معاك يوسف لو حابب ان انت بص انا طبعا مش عايزك تتقل عليه خالص بس انا عايزك تقوله يوسف بيقولك انت عارف ان انت ستيفن هوكينج بتاعنا انت ستيفن هوكينج بتاع مصر وبتاع العرب وبتاع الشرق الاوسط انت عارف كده يعني يوسف يوسف بيقولك طبعا ان انت اصلا يعني فخر لنا كلنا وفخر لمصر كلها والناس كلها طبعا بتتشرف فيك فانت عارف ده هو بينقلك ده طبعا مرسي حديث ربا رحل لك لا يا محمود مش مش مجرد فخر يا محمود يا محمود ارجوك اقوله انت ستيفن هوكينج بتاعني كنت بتفكر في ايه بالزبط واكيد كان هيبقى فيه صعوبات اوكي هور فالاول خالص انا عادت طبعا في غيبوة تايما مدة اربعة شهور تقريبا وبعدين بعد سنة بالزبط عارفت ايه حالتي وعادت سنة ونص ما بتكلمش اصلا وبعدين خلال التركيوسمي اللي هي الفضل اللي بزوري دي اللي بتقفل وتفتح الحملة الصوت لها كنت قدرت اتكلم بيها فانعادت في مستشفيات سنة ونص بالزبط اتنين في مصر اتنين في المانيا واحدة تانية في مصر بعد ما رجعت بالمناسبة يوسف بيقولك ان انت ستيفن هوكينج بتاعنا تانكيو حمد حبيبي ينقلك ده لانه هو مبسوط بيك جدا يعني تانكيو تانكيو سيدي انا اكتر فبعد ما رجعت البيت وبعد ما اتكلمت بعديها كان جالي الفويس بروجرام ده على اخر سنة الفين وخمسة فمن الفين وستة وانا حاولت اجرب من اول الفين وستة الحقيقة لما جالي هذا البروجرام اول شهر في يناير وانا جربت البروجرام ده وانا ما لقيت البروجرام يقدر يعمل حاجات اكتر ما هو مجرد يكتب ايميل طريق بقى لانا كنت عايزة كامل دراستي يعني ان محبش حد يقولي لا انت مش هتعرف رأي انت مش هتكامل وهي دي النهاية فهي دي شخصيتي من صغري يعني انا شخص دايما بيحاول الى المنتهى طيب انا مش عايزة تعابك طبعا اكتر من كده وهما طبعا يعني يوسف بيوصل لك تحياته وتقديره لك طبعا بس في النهاية طبعا يعني تنموذك مشرف لنا جدا طبعا يعني انا شفت طبعا في البيت هنا طبعا والدتك واختك وكلهم يعني ما شاء الله في حالة تنظيمية لك ورعاية لك يعني تحب تقول ايه ليهم او يعني ممكن نقول اكتر شخصية كانت مؤثرة معاك هنا في البيت وساعدتك وكانت بتدعمك من اول المشوار فهو انا ورد وحيد فهو بعد ربنا طبعا هي ماما هي اللي الفضل الاول الاخير فان هي اماما كان عشان طبيبة فان هي طرع حالتي في هذا الوضع بالذات الحدسة بيالها 18 سنة من يوم الحدسة الحدسة النهاردة هي الشخص الاول اللي بعد ربنا على طول اللي يرع عني مانو قولي بتتمنى ايه قولي اي امنيا لك الشهادات اللي موجودة لو هنقدر زميلي بس المصور محمد صدقي لو هنقدر ان احنا نجيب الشهادات اللي موجودة هنا يعني فيه شهادات كتير جدا لمانو موجودة كل الشهادات دي طبعا من جماعات امريكية مختلفة كل شهادة بتجسد قصة نجاح لمانو وبتجسد تعب كبير جدا لمانو زي ما حضراتكم شايفين يوسفي ممكن انا عايز اسيبك مع الصورة دي وهنسمع دلوقتي كمان من مانو لو يحكي لنا عن سر الشهادات دي انا عايز مانو يقول لي امنيته ايه ابتديت زي ما عاد حادك ابتديت الدراسة في 2006 وانما كنت انا كان الحقيقي نفسي ان انا كامل ان اصحابي كلهم شوفتهم اتخرجوا وكان نفسي انا كمان اتخرج زيهم فعدلت اللي انا كنت واحده في الجامعة الامريكية مع جماعات برا وكملت من هناك يعني دي كانت بوينت البداية بالزي بقود حالك والاسوشت والباتشلر وبعدين لما كنت بدور ايه اكتر حاجة اقدر اختم بيها الناس وده بتديت الماجستير لتحضير نفس الكلينيكي والمشورة ودوقتي بعمل في مشورة العلمة نفسي الارشادي ايضا اخيرا عشان ايضا ما نطولش عليك ونتعبك يوسف بيقولك انت امنيتك ايه نفسي من بلد تتقدم من قدام حقيقي فعلا ونفسي ان مصر فعلا تكون احسن بلد في العالم وان زي ان الناس اللي متعلم على التعليم حلو تعليم كويس ان هي تساعد في تطور بناء البلد فعلا ايه للأفضل انا بشكرك جدا جدا مش عايز اطول عليك اكتر من كده ومبسوط ان انا كنت معاك وكل التوفيق ليك وان شاء الله نبارك ليك على رسالة الدكتوراء قريب جدر ان شاء الله شكرا يا مانو يعني يوسف زي ما تابعنا كده قصة مانو ان يعني طالما الارادة موجودة مفيش اي اعاقة نقدر نتكلم عليها لان الحقيقة اللي بيتجسده مانو هنا ويمكن فيه اجهزة كتير ويعني حاجات كتير هنا في قوضة مانو تدل على ان هو فعلا قدر ان هو يتحدى صعاب كتير جدا جدا موجودة والحقيقة خليني كمان اشيد بالدور اللي بتقوم بولدة مانو واخته هنا في البيت الحقيقة من وقت ما دخلنا فيه رعاية كاملة ليه فيه كل حاجة المانو هنا متنظمة وموجودة وكلهم موجودين طبعا تحت رعايته فكل التحية والتقدير ليهم طبعا وانا كنت مبسوط بصراحة ان انا كنت مع قصة مانو النهاردة وبرجعلك مرة تانية يوسف في الاستوديو محمود اولا انا بشكرك ثانيا يا بختك ان انت كنت قاعد معي حبة كويسية وقوله يوسف هيستأذنك ان هو يجي لك عاوز يقعد معاك ما هياش زيارة هنقعد نتكلم وهقولك هنتكلم في ايه لانه اكيد امانو انت هتشوف الفيديو ده على يوتيوب المنزل نارد بالديل